اشتركوا في القناة رزنامة الزبارة والبحرين عنوان ندوة اقامها مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي عنوان يحمل في طياته ارثا ثقافيا مهما يشهد على عراقة حكم الدولة الخليفية جغرافيا وثقافيا وسياسيا وما شهدته المنطقة من تقدم وازدهار علمي كبير تناولته الندوة بمشاركة نخب فكرية وثقافية واعلامية اعتقد بان الرزنامة دليل ثابت على هذه المكانة العلمية وان الزواوي هو من اهم واحد العلماء الموجودين في الزبارة انذاك في الغرن الثامن عشر ولهم دور كبير جدا في ذلك ومركز الوثائق التاريخية بدأ مشروع مؤخرا خلال السنوات الماضية في البحث عن الوثائق المحلية البحرينية المحلية التي طبعا يمتلكها عيان واهالي البحرين والتي طبعا ورثوها عن اجدادهم وعبائهم ونريد ان نساعد هؤلاء في الحفاظ على هذه الوثائق وفهرستها والعناية بها وارشفتها ووضعها طبعا في متناول يد الباحثين فلذلك هذه في الحقيقة اهمية مركز الوثائق التاريخية الذي اسسه جاءت الملك في عام 1978 من حوالي 44 سنة الى يومنا هذا تثبت الوثائق الموجودة في المركز العلم اللي كان يطرح في ذاك الوقت بدون وسائل اكترونية او وسائل حديثة كلها تعتمد على خبرة وعلم الفلك مع العلم الديني مع الابحاث اللي كانوا يقوموا فيها مع عدم وجود وسائل اكترونية لحساب الاوقات ومواقية الصلاة لكن هذا يثبت العلم اللي كان مطروح في المنطقة والحمد لله رب العالمين العائلة وموجود العلماء في المنطقة كان لهم هالأثر ونشكر مركز عيثة ثقافي سلت الضوء على هالخبرة تخللت الندوة جلسة نقاشية بحثت بأوراق عملها الجوانب التاريخية والشرعية والفلكية لقوة الوثيقة التاريخية وخصوصا رزنامة الزبارة والبحرين في قدرتها على تجديد الواقع والمستقبل كما بحثت الأوراق المنهجية العلمية والفلكية للرزنامة ودور المواطن في حفظ الوثائق ومسيرة الوطن بتفاعل واهتمام كبيرين من قبل الحضور هذه الندوة تبين لنا أن منهجية السيد الزواوي التي وضعها قبل أكثر من قرنين ونص كانت منضبطة مع العطاءات العلمية الفلكية في السابق في تاريخ البحرين سابقا كانت الأعمال تأتي فردية اجتهادات علمية من قبل مجموعة من العلماء ولكن هذه الرزنامة تكمن أهميته بأنها أول عمل مؤسسي بشراكة بين حاكم البلاد والعالم المختص الخبير في هذا الشأن فرزنامة الزواوي بداية تم بناء على طلب من الشيخ خليفة من محمد بن خليفة فاستمر حكام البحرين في إعادة هذا المنهج حتى عهد الشيخ عيسى بن علي وربما أكثر من ذلك ولكن الوثائق اللي وقفنا عليها واضحة إلى عهد الشيخ عيسى بن علي فعودة العمل بمنهجية الزواوي اليوم بعد الأوامر السامية من لجن صاحب الجلالة يعكس العودة إلى الأصل العودة إلى الجذور بصفته هو الحامل الأول للتراث والتاريخ اهتمام كبير توليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتاريخ الوطن ومسيرته المباركة التي تعد اليوم أساسا لتحقيق العديد من المنجزات الرائدة وذلك استنادا إلى تاريخ الدولة الخليفية الزاهر والرائد بعطاءات أبنائه الفكرية في مختلف المجالات رزنامة الزبارة والبحرين وثيقة تاريخية مهمة تبرهن على التقدم العلمي والثقافي الكبير خلال حكم الخليفة الكرام لهذه المنطقة الجغرافية نقشتها هذه الندوة وبحثتها باستفاضة من المنطلقات التاريخية والشرعية والفلكية أيضا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين